الأمور الفنية من خلال حسابتها على السوشيل ميديا فالموضوع بقى سريع جدا تجدها في الكورة ما فيش الكلام ده انت بتقيم بعد فترة من الوقت لأن الأداء الرياضي لا يظهر غير بعد فترة مارسيل كولر نهاردة واحد فيه موسمه التاني مع النادي الأهلي بيحقق اتنين دولي أبطال أفريقيا ده رقم نازم نوقف عنده كتير قوي ده حاجة مش بسيطة والنهاردة حنشايفين أن أنديت أفريقيا يعني بعيدا على مصر مصر عندها أو ده الأهلي وجمهوره عندهم حالة خاصة دايما بيبص للدولي الممتاز ربما نظرة لها أهمية أكتر من دولي أبطال أفريقيا في أفريقيا غير الموضوع مختلف يعني في تونس مثلا دوري أبطال أفريقيا أهم من الدور التونسي في المغرب دوري أبطال أفريقيا أهم من الدور المغربي لأن دي بتسعى لهذه البطولة أكتر من البطولة المحلية بس بنشوف يا كابتن السلامين أن مارسيل كولر قدر أنه يصنع فريق قوي حتى والفريق عنده بعض المشاكل اللي أحب نتكلم عليها دايما بيقدر يتجاوز هذه المشاكل وبيسمع للنصيح على فكرة بس كولر ما قلت لاش في المعتبر الصحفي يقول للناس أنا غلط لا ده مش أسلوب لكن هو بيسمع وعنده قدر أنه يتخلى عن مبادئه ويرجع زي مثلا ما سايبت شرح كده مثلا بعد ماتش سانداونز خمسة اتنين وعودنا بنتكلم يا كولر أفريقيا غير الدولي لا عافيك الراجل فاهم بيسمع للنصيح يعني هو عقليني جدا ليه نك هتنجح اللي بنصحك ده أكيد أكيد أي حدا هديك نصيحة هو عايز أنت لو فاهم نصيحة دي يعني مفيدة النجاح هيونسب لك أنت مش هينسب للنصيحة فبالتالي واحدة من النقطة المهمة عند مارسيل كولر أنه بيعرف يتعامل بنشوف إزاي النهار ده مثلا في وجهة نظري ورقة أفشة أفشة مثلا في بعض أحيان ربما يكون بعد عن التشكيل الأساسي للفريق لكن النهار ده كلنا وإحنا عاديين بنتفرج بنقول أفشة هينزل إمتى إنك بتحتاجه في الفترة الأخيرة مارش بدأت المحلة أفشة هو اللي فاك الدنيا مارشة حتى بترجيناك ادينا شكل مختلف تماما لما أفشة نزل أفشة نزل 12 دقيقة لعيبهم خلت كنا أول مرة بالظبط فالقصده هو برضو بيوجد رولز جديدة وبيوجد أدوار جديدة ليه اللعيبة مش شرط أنت عيب ممتاز في الأهلي تلعب أساسي إن أنا مش هلعب التلاتين لعيب أساسي لكن ممكن أوجد لك دور جديد ممكن أوجد لك مركز جديد شفنا إزاي مثلا بيستخدم عمر كلاعبد الواحد كبكشمين شفنا إزاي الحرقة اللي عملها في ماتش النهائي الكاس وده منزل ماك في السعودية لما نزل عمر كمال جناح وساب محمد هاني في الباك اليمين وعمل جابها ممتازة جدا جدا مدير فني زكي مدير فني متواضع مش مغرور مش شايف إنه هو أفكاري ومبادئي هي الأفضل في العالم ولأ أنا مش بستغنى عنها لأ ممكن أستغنى عنها طوالما إننا النهاردة هقدر أصل له الهدف إننا بابتغاه وهو طبعا تحقيق البطولات شكرا شكرا